أكد العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي مدير تمرين حرس المملكة واحد أن تمرين حرس المملكة يهدف إلى تقريب الفرضية التدريبية إلى الواقع قدر الإمكان وتوحيد المفاهيم والإجراءات ودعم روح التعاون بين الوحدات والقوات المشاركة وتعزيز ثقة المواطنين بجاهزية الأجهزة الأمنية مكافحة الإرهاب عمل جماعي غير مقتصر على قطاع أو جهاز بعينه وعليه فإن التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية أمر حتمي تفرضه الخطط والسيناريوهات الموضوعة والعمل الميداني المنظم ومن هنا جاء التمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد ليعمق الفكر المشترك تخطيطا وتنفيذا بما يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات بين القوات المشاركة من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية فهذا التمرين يشمل قوة الدفاع الحرس الوطني ووزارة الداخلية بكل عناصرهم اللي هي معنية بمكافحة الإرهاب طبعا نقرب هذا التمرين إلى الواقع ونقرب هذا التمرين إلى أصعب من الواقع أيضا لأننا عندنا مبدأ نتدرب كما نقاتل ونقاتل كما نتدرب فهذا المبدأ اليوم نحن نطبقى إن شاء الله في تمرين حرس المملكة واحد بإذن الله يعزز روح التعاون بين الوحدات يعزز الثقة عند المواطنين بأن أجهزتهم واعية أجهزتهم قادرة على مكافحة أي تصعيد من نوعه أول شي عندنا نحن واحد مفاهيمنا ويبعض سواء التكتيكية والتعبوية أو الخبرات المتفرغة بيننا وبين مثلا الداخلية ولا البحرية ولا اللي أي صلاح يكون فهذه التماريع هي لتعزز العمل كفريق واحد على تكتيك واحد وفي هذا الإطار فإن العمل على رفع درجات التعاون والتنسيق بين القوات المشاركة في التمرين له دوره الرئيسي في إبراز القدرات الاحترافية والجاهزية القتالية وكذلك تعزيز دور منظومات القيادة والسيطرة بهدف التصدي لمصادر التهديد المختلفة هذه الخطوة تحسب للقائمين على الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للتنسيق من أجل حماية واستقرار المملكة من أجل إيصال رسالة أطمأنان للمواطنين والمقيمين إضافة إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب بين مختلف الجهات الأمنية والتنسيق على كافة الأصعدة فمن حرس المملكة واحد تكمن بداية هذا الفكر العسكري والأمني المدروس والتي ستكون نتائجه بمشيئة الله وعيدة وإيجابية لأن مجابهة الأخطار وفق خطط علمية وميدانية وسيناريوهات واقعية جدير بتعزيز آليات الوقاية والتقليل قدر الإمكان من الخسائر اشتركوا في القناة